قدم مديرا وكالة الأنروا في لبنان وسوريا متطلبات التمويل المالية للبلدين للعام 2020 وبالتفاصيل عرضا بالأرقام احتياجات اللاجئين على المستوى الصحي والتعليمي ومساعدة العائلات الأكثر فقرا وإعادة بناء المخيمات التي تعرضت للتدمير جراء الحرب ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان نحن نطالب ب1.4 مليار دولار و806 ملايين ميزانية للبرامج و155 مليون لنداء الطوارئ في الأراضي المحتلة و270 مليون للنداء الطوارئ في سوريا وعدد من البرامج نأمل بالحصول عليها وعن خطة الطوارئ التي أطلقتها الوكالة قبل شهرين في لبنان بسبب انعكاس الأزمة المالية على اللاجئين تطالب الوكالة ب7 مليون دولار لتقديم مساعدات مالية لهم لكنها لم تحصل على أي دعم حتى اليوم مدير شؤون الوكالة في سوريا استعرض خارطة توضح كيفية توزيع اللاجئين على الأراضي السورية والتي دمر فيها ثلاثة مخيمات خلال الحرب وغادرها نحو 200 ألف لاجئ أما النسبة الأكبر منهم فتعيش تحت خط الفقر للعام 2020 نطلب لسوريا 212 مليون دولار لدعم لداء الطوارئ الذي يقدم 14 دولارا للأفراد المحتاجين و28 دولارا للأفراد الأكثر احتياجا إضافة إلى المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة والحماية والدعم النفسي ولأعادة بناء البنى التحتية في المخيمات التي تضررت جراء الحرب وعن تداعيات خطة ترامب للسلام على الوكالة أوضح كوردوني أن الأمم المتحدة واضحة بشأن الحل السياسي الذي يجب أن يحصل عبر المفاوضات وفق القرارات والمعاهدات الدولية أما الأنروى فهي موكلة من قبل الأمم المتحدة وتعمل ضمن هذا الإطار وقرار التوقف عن العمل تتخذه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى العجل الذي تعاني منه وكالة الأنروى يبدو أن القادم من العيام يحمل مزيدا من التحديات على ضوء التغيرات السياسية وتداعية صفقة القرن في حال نجحت الإدارة الأمريكية بفرضها على الفلسطينيين حنان عيسى الغد بيروت